في حاجة بقى كويسة جدا طبية ودي مهم ان احنا نتكلم فيها مسألة القوافل الطبية المصرية لقارتنا الافريقية ده شيء مهم الى اي مدى هقولك جزء مهم جدا في علاقتك بالدول اللي حواليك وخصوصا لما تبقى دول قارتك الام وخصوصا لما تبقى دول طالما نظرت اليك باعتبارك الشقيقة الكبر زي في حالتنا مثلا العربية على سمين مثال وفي حالتنا الافريقية على سبيل مثال اخر مهم جدا ان يبقى فيه عندك مسئولية تجاه الاشقاء دول فبالتأكيد مصر عندها احساس عالي جدا بالمسئولية نحية الاشقاء الافريق احساسنا بالمسئولية مبني على اكتر من حاجة مبني على سنين طويلة جدا 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 ما هيش عشرات السنين كل مئات السنين نحية افريقيا ومسئوليتنا كمان نبع من المصالح المتبادلة لما بين هذه الدول وهؤلاء الاشقاء ومسئوليتنا المتبادلة نبع كمان انه كانت هناك سنين طويلة جدا مش هسميها انقطاع العلاقات لكن خلينا نقول برودة العلاقات برودة كان في برودة واحنا فاهمين الظروف بتاعتها وعارفين كانت في انهي مرحلة وعدت وإلهي ما يرجعها كويس ولا يرجع شبهها يعني وبالتالي مصر الحقيقة طول الوقت عندها هذا الاحساس بالمسئولية سواء اذا كان بقى مثلا والله هذه الدولة تحتاج الى تطايمات فمصر تشوف تقدر تقدم ايه هذه الدولة تحتاج الى طاقة فمصر بتشوف تقدر تعمل ايه هذه الدولة تحتاج الى بعثات مثلا تعليمية خارج نطاق دولتها فأهلا وسهلا بيكم في مصر ونشوف نقدر نعمل قد ايه كم فرض يقدر يوصل للبعثة بتاعته أو يجوا يتعلموا هنا في مصر كم فرض يقدر يخمر حدراسية على نفقة الدولة المصرية أو على نفقة مشتركة ما بين دولة ووطن الأم وما بين مصر الى اخره كذلك مسألة البعثات الطبية قافلة طبية لجمعت اسوان للمرة التانية في تنزانيا وده اللي حصل دي تاني قافلة ما هيش القافلة الاولى هتستمر دايما البعثات والقوافل الطبية سواء اذا كان لتنزانيا او لسائر في هذه الحال بقى الثلاثة وخمسين دولة افريقية طبعا باستثناء نحن القارة فيها اربعة وخمسين فطول الوقت هتبدل مصر عندها هذا الاحساس العالي المتنامي والذي يظل متناميا يوما بعد يوم الى سائر الدول الافريقية الشقيقة مصر فعلا فعلا عارفة يعني ايه انها جزء لا يتجزأ من هذه القارة مصر فعلا فعلا عارفة يعني ايه انه الشعب المصري جزء لا يتجزأ من سائر الشعوب الافريقية وحصل انه النهار ده السبت كانت السبت اه السبت اللي فات النهار ده ايه النهار ده الاثنين شو النهار ده الاثنين اه نهار ده الاثنين السابت اللي فيت ده وصلت بالفعل قافلة الطبية الخاصة بجامعة أسوان لتنزانيا وبتنظمها بالتأكيد طبعا كلية الطب هناك في جامعاتنا بأسوان وصلت هناك عشان تشتغل في فترة من سبعة لحد يوم عشرين مايو اتنين وعشرين طيب القافلة دي هي التانية ولا التالتة أولا دي التانية أنا في معي يعني على حاسب ما أنا متذكر هي التانية لتنزانيا والتالتة بشكل دولي من أسوان إلى إفريقيا من طب أسوان إلى إفريقيا وده زي ما بقول لكم كده ده نابع من فكرة المسئولية تجاه الأشقاء شعب واحد هو الشعب الإفريقي الشعب الإفريقي كله أو الشعوب الإفريقية كلها هي الشعوب اللي بتؤمن حقيقي بالسيادة وبالكرامة وبالاستقلال ومصر مؤمنة دايما بأنها جزء من هذه المفاهيم لأنها جزء من الشعوب الإفريقية وتفضل دايما شايلة المسئولية وتفضل دايما محبة للسلام لأولئك الذين يحبون السلام ترجمة نانسي قنقر